انا وسهلا بكم في حلقة جديدة معاكم وجدي داود النهاردة كلنا صحينا على خبر هو تحريك سعر الصرف طبعا كلنا كنا متوقعين ان هيتم تحريك لسعر الصرف في الايام اللي جاية لكن محدش كان يعرف بالضبط هيكون امتى والطريقة اللي هيتم بيها تحريك سعر الصرف والدليل طبعا على كلامي ان ما كانش حد متوقع المداخلة التليفونية اللي دخلت لي لميس الحديدي خلينا نشوفه ده كله في إطار التشدد النخضي للسياسة النخضية رفع سعر الفائد 2% واستكمال لبداية الحرب على التضخم اللي بدأ بالفعل يستجيب من ستمبر اللي فات من معدل التضخم الاساسي اللي بيستهدفه البنك المركزي وانا بكلم عن التضخم الاساسي الكور انفليشن مش اللي هو الهيدلاين انفليشن على المستوى الجمهورية لكن البنك المركزي بيستهدف معدل التضخم اساسي حاليا في نهاية 24 يبقى 7% زاد او ناصر 2% طبعا ده بعيد المنال لكن على اي الاحوال اذا انخفض معدل التضخم من الوضع الحالي في ديسمبر اللي فات شهر قبل اللي فات كان حوالي 34% اذا انخفض واستمر اعاوزين ضمانات ثلاث دمانات لخفض معدل التضخم لان ما اقدرش احرك سعر الصرف عشان في الحالة تحريك سعر الصرف هيعمل تضخم فوق التضخم العالي اللي هو بلغ 34% طبعا ده لا يتحمله يا المواطن الوضعي ايوا بس يعني حضرتك بتقولي انه هل هناك توقعات بالتحريك سعر الصرف طبعا نجم انتهي من يعني الاول ابدأ ان انا اخفض واضمن ان معدل التضخم هيستمر في الانخفض اه يعني حضرتك متوقع انه نستنى لما التضخم ينخفض لا مش هستنى ان انا اخد ضمانات اللي هي تأدي الانخفض معدل صرف وخلال يعني اسابيع بمعنى اخر خلال فترة قريبة ان شاء الله هتبدأ المعركة الاخرى وهي تتعلق بتحريك سعر الصرف اه صاحباتك بتتوقع ان تحريك سعر الصرف خلال اسابيع مش خلال ايام لكن مش هو ده موضوعنا النهاردة برضو احنا النهاردة هنتكلم عن النتائج المترتبة على ارتفاع سعر الصرف وعلاقة ده بالتضخم علينا احنا كمستهلكين او مواطنين عايشين في البلد فانا هوريلك النهاردة حلقة الحلقة دي متسجلة من سنتين اتنين فيها نفس الشواهد اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة والوضع اللي احنا بقينا فيه دلوقت والاهم من كده كمان العلاج لعشان نعدي الازمة دي ايه اللي محتاجينه فيها طيب اذا ارتفعت اسعار المستوردات من الخارج معنى ذلك ان تكاليف الانتاج تزداد معنى ذلك ان الاسعار تزداد وهي نتيجة طبيعية هذا اذا تركنا السعر يحدد عن طريق العرض وطلب يعني لم يتدخل البنك المركزي في تحديد سعر التالي وهذا هو الحل الاقتصادي السليم ان نترك السعر يحدد عن طريق العرض وطلب بطبيعة الحال حين يحصل التدخم وتزداد تكاليف الاسعار المستوردات حتى اسعار المنتجات المحلية ترتفع هذا يؤدي الى نتيجة عملية من نتائج التدخم ترتفع كافة الاسعار في المشتورد كيف نعالج ذلك؟ معالج ذلك مسألة اقتصادية بالدرجة الأولى يمكن القول لابد من تخفيض الانفاق الحكومي وخصص للانفاق العقيم الذي لا يؤثر بالانتاج لابد من دعم جهاز الانتاج لابد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكي يتعافى الانتاج تدريجيا وتتمكن كتلة الانتاج من المواءمة مع الطلب وبالتالي تنخفض معدلات التدخم التدريجية وقد تلجأ البلوك المركزية الى سعر صرف ثابت نتائج سعر الصرف الثابت ان تكاليف الانتاج ستبقى في حدود معين فجهاز الانتاج لن يتأثر بارتفاع اسعار العمنات الأجنبية بشكل تلقائي بل في حدود سعر الصرف المحدد من قبل البنك المركز طيب هذا يؤدي الى المحافظة على تكاليف انتاج بعض السلع كالأدوية مثلاً وبعض السلع الغذائية لكن ستحصل سوق سوداء ويصبح الحصول على العملة الصعبة موضوع صعب ستزداد التعقيدات تزداد الرقابة على العملة الأجنبية بطبيعة الحال صار هناك فرق كبير بين السعر الرسمي الذي يقرر البنك المركزي وسعر السوق السوداء وبالتالي الذين يحتاجون الى العملات الصعبة سيذهبون الى السوق السوداء وستفتح الحكومة ورشاة لمكافحة مخالفة أسعر الصرف وتهريب العملة وستعمل الدوائر المختصة في مثل هذا الموضوع وسيزداد الجهاز الإداري وسيضعف جهاز الانتاج لأن الناس ليس لديهم عملة صعبة وأن حصولهم على العملة الصعبة سيخضعهم الى الرقابة والى التبقيق والى المحاسبة والى العقوبات في أحيان كثيرة إن هذا الأسلوب هو أسلوب فاشل تماما ولم يتم اللجوء إليه في أي دولة أصابت الطريق السلوى إن الطريق صحيح أن يترك العمد والطلب كما هو ويرتفع الدولار ضمن شركات أو مؤسسات الصرافة وضمن البنوك وكل ما زاد الانتاج المحلي وازدادة الصادرات هذا سيؤدي لتخفيض معدلات التضخم بشكل تلقى وبكده احنا عارفنا إزاي نواجه التضخم وأسبابه والعلاج منه زي ما قلنا من شوية إن طبعا الدولار في السوق الموازي طبعا هبط هبوط حاد جدا لدرجة إنه هو ما عادش عليه إقبال حاليا طيب لما الأول كنا مثلا بيزداد الدولار في السوق الموازي طبعا كان بيتفع مع أسعار السلع طيب النهاردة إحنا بقى كمواطنين بنشتكي من إن أسعار السلع بتطلع مع الدولار لكن لم تنخفض أثناء ما ينخفض الدولار وطبعا زي ما جاء في البيان على موقع العربية بيقولوا إن أسعار السلع بتحافظ على مستوياتها يعني في ظل الركود اللي حصل أو الانخفاض اللي حصل للدولار أسعار السلع بتحافظ على مستوياتها المرتفعة رغم الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي إلا أن أسعار السلع حافظت على المستويات ولم تشهد أي تراجع قال مواطنون إن أسعار السلع لم تتحسن حتى الآن أو تعود للهبوط على الرغم من تراجع سعر الدولار في السوق الموازي والتي كان يقوم التجار بتسعير السلع على أساسه يعني لما كان الدولار بيرتفع كان بيقولوا إحنا لازم نرتفع إحنا كمان طب دلوقتي الدولار هبط ليه إنت الأسعار ما بتنزلش معاك وطبعا الكلام ده مستشهدين بالتزامن مع سعر الدهب لأن لما الدولار انخفض انخفض سعر الدهب كمان لما كان وصل ليه أربع تلاف واربع تلاف ومتين النهاردة وصل لتلات تلاف وربعمية وتلات تلاف ونص فأنا تمنى من الله أن يزيل عنا هذا الغلاء وأن السلطات تقوم بدورها وأن هي تقضي على تجار أو محتكرين الأسواق وخاصة تجار النقد الأجنبي زي ما حصل مع تجار الدهب اللي كانوا محتكرين السوق نشوفكم في حلقة جديدة مع السلام